اهلا بكم مشاهدنا من جديد اصدرت شركة امريكا نيكس برس الشرق الاوسط التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها مع مؤسسة انستيوشنال انفستر دراسة استطلاعية لتوقعات الانفاق العالمي على الاعمال لعام 2019 شارك فيها 901 من المدراء الماليين التنفيذيين وغيرهم من كبار المديرين التنفيذيين الماليين لشركات تبلغ ايرادتها السنوية 500 مليون دولار او اكثر حيث يتواجد 180 من هؤلاء المشاركين في الاستبيان في منطقة الشرق الاوسط وتحديدا في مملكة البحرين والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وكانت توقعات النمو في الشرق الاوسط تتماشى مع التوقعات في جميع انحاء العالم حيث يتوقع 71% من المشاركين في الاستبيان توسعا كبيرا او معتدلا في بلدانهم الاصرية وعلاوة على ذلك فان توقعات النمو في المنطقة تراوحت بين 67% من المشاركين في مملكة البحرين الذين توقعوا زيادة مرتفعة او معتدرة الجيل الجديد من التكنولوجيا والابتكار الذي يتولى اولويات الاستراتيجية واولويات الانفاق لدى الشركات وهناك وعي اكبر واكثر بالتأثير المذهل لهذه التكنولوجيا الجديدة اعلى عمال الشركات فعلى سبيل المثال من بين الاشياء الذين يصرفون عليها او يستثمرون فيها من ناحية التكنولوجيا جديدة هي الذكاء الاصطناعي تقنية الذكاء الاصطناعي بنسبة 66% وكذلك انترنت الاشياء في المركز الثاني اللي هو الانترنت of things وحلول او خدمات التكنولوجيا المالية اللي هو الفينتك 78% من الذين شاركوا في الاستبيان ذكروا على انهم يوافقون على العبارة التالية في شركة استراتيجية مناسبة لجذب المستهلكين من الجيل زي الذين ولدوا بين عامي 1995 و2005 قامت جمعية الاقتصاديين البحرانية بعقد ندوة شارك فيها اكثر من 50 شخص من مختلف القطاعات بعنوان ما هي افضل الاستثمارات في قطاع النفط والغاز خلال الخمس سنوات القادمة وتناولت الندوة المحاور والاسئلة المهمة منها التوجهات المتوقعة لاسعار النفط والغاز خلال الخمس سنوات القادمة والميزات الاستراتيجية التي تتصف بها الدول الخالجية حاليا في قطاع النفط والغاز بالاضافة الى افضلية الاستثمار في الداونستريم او خارج النفط والغاز وفرص خلق المشاريع المشتركة مع القوى الكبرى والآن مشاهدين نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخارجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام بتقدم بنسبة 0.16% مقفلا عند مستوى 1453 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والتأمين وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 9 ملايين و 152 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليونين و 328 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 114 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت عند مستوى 8936 نقطة بانخفاض النسبة 0.71% وذلك في ظل هبوط القطاعات الكبرى في البورصة السعودية ونتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الذي أقفل على انخفاض النسبة 0.04% وذلك بتأثير من تراجع غالبية المؤشرات في البورصة الكويتية وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تقدم النسبة 1.27% وذلك بسبب تقدم قطاعي السلع الاستهلاكية والعقارات فيما أقفل السوق دبي المالي متقدم بنسبة 0.41% وذلك بدعم من أسهم قطاع السلع الاستهلاكية بشكل رئيسي وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على ارتفاع النسبة 0.72% مع صعود جميع مؤشرات البورصة العمانية ارتفع إجمالية التجارة الخارجية في إمارة أبوظبي مع دول الخليج خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7.7% على أساس سنوي وبحسب إحصائية أعدها معلومات مباشر بلغت تجارة أبوظبي الخليجية نحو أكثر من 18 مليار درهم مقابل نحو 16.9 مليار درهم خلال فترة الربع الأول من عام 2018 وبحسب الإحصائية سجلت الصادرات الإجمالية لدول الخليج نحو 7.7 مليار درهم مقابل 6.5 مليار درهم بنفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 18% وإلى مصر حيث توقعت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر هالسعيد زيادة معدلات نمو ناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.7% في الربع الأخير من العام المالي الجاري وضفت السعيد أن الاقتصاد حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي الماضي و5.6% بالربع ثالث للعام المالي الحالي ومن ناحية أخرى قال مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال خالد عبد الرحمن إن مصر تخطط الإصدار سندات دولية باليوان الصيني أو الين الياباني أو الون الكوري الجنوبي في السنة المالية المقبلة مشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شركة فيسبوك تخطط لإنشاء عملة رقمية جديدة تشبه البيتكوين للاستخدام العالمي أفادت تقارير صحفية أن شركة أبل تدرس نقل جزء من أعمالها من الصين إلى جنوب شرق أسيا حيث أنها تستعد لإعادة هيكلة سلاسل التوريد لديها وذكرت صحيفة نيكي الأسيوية أن أبل طلبت من مورديها الأساسيين تقييم التكلفة المترتبة على نقل 15% إلى 30% من طاقتها الإنتاجية من الصين إلى جنوب شرق أسيا ويذكر أن قرار أبل نابع من تمديد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين مع تشييد على أن الحل التجاري لن يؤدي إلى تغيير قرار الشركة والآن مشاهدين نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق المانية والعالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية وفي آخر أخبارنا كشفت شركة فيسبوك عن خطط طموحة لإنشاء عملة رقمية جديدة تشبه البيتكوين للاستخدام العالمي تحت اسم ليبرا والتي يمكن أن تشجع على المزيد من التجارة الإلكترونية على خدمتها وتعزز الإعلانات على منصتها ولكن الجهود التي أطلقتها فيسبوك مع شركائها ومن بينهم شركة بايبال، أوبر، سبوتفاي، وفيزا وماستر كارد قد تؤدي أيضا إلى تعقيد الأمور المتعلقة بالشبكة الاجتماعية المأزومة فموقع فيسبوك يخضع حاليا للتحقيق الفيدرالي حول ممارسة الخصوصية الخاصة به ويواجه أيضا مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين تحقيقا جديدا لمكافحة الاحتكار في الكونغرس